اشتركوا في القناة اللي هو عن طريق النت وجربت شيء اسمه فانا اللي مرة عجبني في انه كثير من المعلومات اللي موجودة فيه فيها رسومات وفيها فيديوز فتسهل على الواحد انه يتذكر وش المعلومات اللي لازم يعني يستفيد منها وايضا ترسخ المعلومة افضل في المخ فهو من افضل الاشياء اللي انا استخدمتها وطلبت من الشركة حقا انه يعطونكم خصم لانه كثير منكم طلب مني وش المصادر اللي استخدمها فقلت لهم اسمع انه عندي كثير ناس تبي تتعلم فلذلك اعطوني وسيلة اني اعطي المشاهدين حقوني خصم لكي يعني يسجلون وياخذون الكورسات على فالان حوريكم وشلون تسجلون وشلون تشرون البروغرام هذا وان شاء الله تبدأون دراستكم في الطيران وتسهل لكم كل المعلومات اللي تحتاجونها حجون هنا MyEasyFlight.com حطى لكم اللينك تحت تقدرون تسوم الممبرشب بس قبل ما تسوم الممبرشب شوفوا الكورس الموجود تجون عند All Courses وكي and then Aerodynamics Mastering Holding Weather Theory Departure Procedures IFR En Route Operation Airport Air Spaces Approaches IFR على حسب تقدرون تشفون اذا انتم مثلا Private Pilot Instrument او غيرها تقدرون تسوم هنا او حتى اذا كنتوا يعني في عدة كورسات تقدرون تاخذونها فعلى سبيل المثال اذا جيت هنا عشان تشفون وش الكورس انا بعرف بالضبط وش الكورس الموجودة Private في 13 كورس Instruments فيها 16 كورس Commercial فيها 4 وكل ما لهم قاعد يزودون فخنشوف مثلا Private اندوم Aerodynamics Weather Theory Airport Operations Air Spaces وكلش طبعا اذا قد C More حياطيني خلفية عن الكورس نفسه والكورس content ايش حيكون فيه اقدر افتح هنا اشوف اوكي اش هيصير هنا وغيرها يصير عارف وش الدبرة قبل ما اسجل وبعد عندهم Quizzes تقدرون تشوفون وتقيسون في مادة معرفتكم للمواضيع ممتاز فاجينا هنا نعرف وش الخطة اذا مثلا انتم Instruments تجون هنا وتشوفون ايش فيه اشياء حق Instrument Rating و Regulations وكل هذي الاشياء ولكن علشان تدخلون كلش تجون تسمون Membership مثلا All Membership علشان تشوفون وش القصة اذا تابون Private Pilot الممبرشب فيها 11 Interactive Video Animation وكل هذي الاشياء وبعدين Professional Aviator مثلا انت already commercial وكلش وتاب Professional Aviator يقول لك وش الاشياء اللي موجودة طبعا تقدرون تشتركون يا شهريا يا سنويا انا عشاني قصيمية دائما اسوي سنويا لانه احفظ فلوس اكثر بدل ما ضيع جروشي لانه اغلب الكورسات هذي مفيدة انه الواحد يرجع لها كم مرة مو بس شهر واحد على حسب ما تبون انا شخصيا دائما اسوي سنويا عشان ارخصلي وتقدرون ايضا تسمون try it for free يعطونكم فرصة جربوا ببلاش بعدين قرر فالحين انا مثلا عندي account اجي هنا اقول login فعندي مثلا كل الكورس هذي فمثلا خلينا نقول ابغى اشوف الكورس حق aerodynamics اجي هنا شفتوا في صور في فيديو يقول لكم وش الدقرة يشرح لكم مثلا هنا كيف علشان تشوفون streamline على جناح الطيارة كيف يكون بعدين يجي يقول لك مثلا the four forces فاذا ضغط هنا يقول understanding flight ابدأ اقرأ واشوف كل الاشياء اللي هنا افهم وش drag thrust كل هذي الاشياء فحلو الواحد يكون في صور lesson content يقول لكم وش موجود في class هذا خلينا ناخذ ground effect يجي يشرح لي مثلا ground effect فحلو الصور اللي فيه علشان يسهل مفهوم الاشياء فخلينا مثلا نقول wait and thrust فعشان كذا انا حبيت انه اسهل الواحد يعني يشوف نظريا مو بس كلام يقرأ كلام فزي كذا طبعا في عدة كورسات ما حنا ونشوف كلام بس عشان يعطيكم خلفية عن هذا program اذا عجبكم الموضوع تابعون تسجلون روحوا عند membership روحوا all membership مثلا تابعون annual انو انا حب سيف فلوس ومثلا خلينا نقول join us اوكي تحطون اسمكم بعدين هنا مكتوب have a coupon ايش حتحطون حتحطون مش 10 حيطونا 10% خصم انو بدان ما تدفعون 124 تدفعون 10% اقل فحطوا مش 10 discount code مش 10 وسجلوا البيانات الثانية وسووا enroll اتمنى انكم استفدتوا مني اليوم وانشاء الله تكون بداية ممتازة لدراستكم للطيران ولا تنسون سووا subscribe ومع السلامة